آآ هذا يمكن نتعلم الفكر الكلاسيكي للإدارة ما هي المعارف المكتسبة من المدخل السلوكي للإدارة? هي السياسيات تفكير الاداري الحديث. الاول هي المداخل الكلاسيكية للإدارة. وتشمل الإدارة العلمية المبادئ مدرسة المبادئ الإدارية المدخل البيروكراطي للإدارة. آآ طبعا الكلاسيكي بيشمل اللي هي الإدارة الكلاسيكية بتشمل اللي هي بيقودها فريدريد تيرو وجيلبرز. اللي هي المدرسة الإدارية اللي هي هنري فيول وميري باركر فوليب. والبيروكراتيك اوغريزيشن اللي هي المنظمة البيروكراطية اللي هي الماكس ويبر. للدرسة العلمية بتاعت فريدريد تيرو ليه يدرس الحركة والزامن. كل شغلانة بتاخد حركة قد ايه وزامن قد ايه. توفير البيئة المناسب للعمل. تنمية المراحل اللي انت جايه. بيتم اختيار العمالة بناء على مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب. ويتم الاختيار حسب مقدرة واستعداد العامل على اداء العمل الموكل الهو. تدريب العمالة بشكل مكسف وتوفير الحافز المناسب لاداء العمل. مساندة العمالة عن طريقة التخطيط المناسب لطبيعة العمل. وازالة العقبات التي يمكن ان تؤثر على انتاجية العمل. ده اللي هو الادارة العلمية. الادارة العلمية بتاع الجيلبرس. دراس الحركة دراس الحركة لكل مرحلة مراحل العملية الانتاجية. يؤدي الى تبسيط العملية الانتاجية. وتخفيض زمن انجاز العمل وبالتالي تكلفة العملية الانتاجية. زادة الحركات الزائدة عن الحاجة تؤدي الى تحسين الاداء وبالتالي زادة الانتاجية في العمل. هي الدروس المستفادة من مدخل الادارة العلمية. ربط الحوافز والأجور بمستوى الاداء المبني على نتاج العملية الانتاجية. مناعات تصميم الوظائف بطرق العمل المبني على الكفاءة. الدقة في اختيار العمالة بناء على مستوى قدراتهم في انجاز الوصيفة. تدريب العمالة على انجاز العمل تبقى لما لديهم من قدرات واستخدام الافضل منها. تدريب المشرفين على دعم العمالة في انجاز عمالهم بافضل طريقة تتناسب مع قدرتهم. المبادئ الادارية بتاعت هنري فيول اللي هي قواعد الاسية في الادارة اللي هي زي التخطيط ووضع خطة عمل للمستقبل. التنظيم توفير الموارد المناسبة لتطبيق خطة العمل. القيادة اختيار وتقييم قيادة العمالة من اجل الحصول على افضل نتيجة للعمل. وتأدية المهام وفقا لخطة العمل الموضوع. التنصيق لمواقمة الجهود المتنوعة مع بعضها. البعض والتأكد على مشاركة المعلومات من اجل حل المشاكل المتعلقة بالعملية الانتاجية. الرقابة التأكد من ان العمليات الانتاجية تسير وفقا لخطة العمل الموضوع. واتخاذ الاجراءات التصحية. في حالة حدوث خلاف بين الفعلي والمخطط. من ضمن القواعدة الاسسية في الاقدارة اللي قام بيها هنري فيل مبدأ وحدة الامر. ايه يجب ان يحصل موظف على اوامره من رئيس او مشرف واحد. ايه يعني فيه مسأل بنقوله كده بيقولك المركب اللي لها اكتر رئيس بتغرق على طول لما يبقى فيه. لكن رئيس واحد هو اللي بيشمل اللي هو بيدي الاوامر كلها. مبدأ واحدة توجيه رئيس واحد وخطة واحدة لمجموعها من النشاطات اللي اتناثل في الهدف. ما بقاش فيه كزا بقى ايه طريق. هو طريق واحد. مبدأ المصلحة العامة اي خضوع المصلحة الشخصية للمصلحة العامة. ان انا ما بديش مصلحة الشخصية على المصلحة العامة. المكافأة اي تعويض الافراد المستخدمين. تعويضا عدا باستخدام المكافأة. مبدأ المركزية وهيقضي بتركيز السلطة في شخص معين. ثم تفوضة حسب ما تقتدي الظروف. مبدأ تطرق السلطة اي تسلسل السلطة من اعلى المناصب الى ادنها. مبدأ الترتيب والنظام اي ان يكون هناك مكان معين لكل شيء. ولكل شخص. كما يجب ان يكون كل شيء وكل شخص في مكانه الخاص بيه. ماري بارتر فولت قامت بمجموعة من المبادئ الادارية الاخرى. مجموعات العمل وتعاون العملين. مجموعات العمل هي النظام الذي من خلاله يتم التوافق بين الجهود والقدرات والمهارات المختلفة من اجل اتمام العمل في احسن صورة ممكنة. وتسعى المنظمات الى خلق روح التعاون بين العاملين والمديرين من اجل تقديم افضل منطق او خبمة المستالك النهائي. وظيفة المدير الاسسية هي المساعدة العاملين في المنظمة للتعاون مع بعضهم البعض وتحقيق اهداف المنظمة من خلال التوافق في المصالح بين الفرد والمنظمة. من ضمن المبادئ بتاع بماري باركر فوليت النظر المستقبلية لمبنون نظرة تمكين العمالة في ملكية المنظمة يخلق الشعور بالمسؤولية كاملة من العاملين في نمو وتقدم المنظمة وتتم الملكية عن طريق مشاركة العاملين في الارباح مشاركة العاملين في نمو والمنظمة تخصيص حصة من اسم المنظمة للعاملين. مشاكل بيئة العامل تتضم العديد من العوامل. مما يستلزم الاستعانة بمنهجية نظرية النظم. الربحية الخاصة بالمقارنة بالمصلحة العامة تلسلزم الاجتماع باخلقيات الادارة والمسؤولية الاجتماعية. عيوب المدرسة البروكريطية تضخم الاعمال الروتينية البطء في حل المشاكل العمل. عدم المرونة في وجهة الاحتياجات المتغيرة. مقاومة تغيير. احباط العاملين وعدم الولاء التنظيم. دي من ضمن العيوب بتاع المدرسة البروكريطية. اي خصائص المنظمات البروكريطية. تقسيم العمل والتخصص. وضوح خطوط السلطة والمسؤولية. خواعد واجراءات تحديد واجبات وحقوق العاملين. نظام الاجراءات تحديد اسلوب التصرف وتقويل السلطة. الجدارة الفنية للقيام بالعمل. دي اللي هي الخصائص بتاع النظامات. ايه يا بقى المدخل السلوكي للموارد المشارية? اه دراسة هاترون مسلا نظرية مصل للاحتجاجات المشارية. نظرية اكس ونظرية واي لمكروغر. نظرية ار جيريس للنطج الاداري. هنشوف كله بسرعة. دراسة المبدئية تشرح كيفية تأسير الحوافز المادية والظروف الاقتصادية وظروف العمل والبيئة المحيطة على انتاجية العامل. لم توفر دلائل سابطة لهذه الالاقة ولم يتم اختبارها بشكل احصائي. العناصر السيكولوجية اضطرت على نتاج الدراسة. بالنسبة لدراسة هاترون اعتمد على معامل دراسة الاختبار النظرية. محاكاة بيئة العمل وظروف العمل الفعلية لدراسة مادة تأثيرها على الانتاجية. صممت لتقفية تأسير العوامل السيكولوجية للتجارب السابقة للمدرسة السيكولوجية. العناصر التي تقدد الى زيادة الانتاجية بمجموعات العمل الاشراف التفاعلية. دراسة هاترون تأثير سلوك العاملين والعلاقات الانسانية على العمل الجماعي. بعض العناصر تشبه احتياجات البعض من العاملين ولكن ليس لغلبية العاملين. يتأثر اداء العاملين بسلوكيات مجموعات العمل في المنظمة. هي الدروس المستفادة. تتأثر الانتاجية في المنظمة بالعوامل السلوكية والاجتماعية. تأثير هاترون تأثير التجاربات ذاتها على سلوك الناس. نظري في مصر الاحتجاجات الانسانية. الحاجة تشمل العجز في اشباع العوامل النفسية والمادية التي يشعر بالحاجة. الفرض بالحاجة الى اشباعها. مستويات الحاجة زي اللي هي الاحتياجات الاولية الفيسيولوجية. زي الطعام المعيشة النوم الراحة الملبس زكن الجنس. الامان اللي يشعر الفرض بالخطر او التهدير داخل العمل. العوامل الاجتماعية الشعور بالانتباق داخل مجموعات العمل. الشعور بالتقدير والاحترام. احترام تقدير الاخرين في العمل. تحقيق الذات. استخدام القدرات في الابتقار في العمل والمشارقة في اتخاذ القرار. دي اللي هو الهرم بتاع الاحتياجات. نظريب مصلول الاحتياجات الانسانية بتشمل المبادئ التي هي. مبدأ العجز اللي هي الحاجة التي يتم اشباعها تكون حافظ لسلوك البشر في العمل. مبدأ ان ما هو الحاجة يمكن ان تكون اساسا الحاجة يمكن ان تكون اساس للتحقيز. استم الاشباع الاحتياجات بصورة مسترجة بحيث يتم الاشباع الحاجات الاولية اولا. هزال المبدأين تعطي الفرصة للفرض في التنقل في اشباع الحاجات الخمسة من اسفل الا اي من الحاجات الفيزيولوجية الى حاجات تحقيق الزهر. وده اللي بيقول عليه الهرم بتاعه. في مك روجر قال لك ابقى ان العاملين تفترض الات. ان العاملين لديهم الرغبة في العمل. القدرة على التحكم في النفس. لديهم الرغبة في تحمل المسئولية. لديهم القدرة على التخيل والابداع والابتقار في العمل. لديهم القدرة على الاعتماد على انفسهم. نظرية اكس ده نظرية واي. نظرية اكس لمك روجر تفترض ان العاملين لا يحبون العمل حكس الكلام اللي فات. يفتقدون الرغبة في العمل غير مسئولون يقاوم التغيير يفضلون 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 التابعية. هي الدروس المستفادة من مدخل السلوك يتأثر العاملين بسيطاكهم داخل العمل باحتياجاتهم الاجتماعية في الانتماء الى الاخرين. بيشعر العاملين باهميتهم من خلال العلاقات الانسانية في العمل. بيتأثر العاملين بالعلاقات الانسانية والاجتماعية. أكثر من تأثرهم بانظمة العمل والرقابة المفوضة من المنظمة. يختلف العاملين في حاجاتهم وان قيام المنظمة بالمساعدة في اشباع هذه الاحتياجات يساعد على ابراز طاقتهم. في نظرية ايرجلس للنطج الاداري مبادئ الادارة الكلاسيكية وتطبيقاتها تمنع العمل من النطج والنمو وهذا تعارب مع الطبيعة البشرية. تطبيقات الادارة يجب ان تتيح الفرصة للنمو والنطج الاداري للعاملين عن طريق زيادة المشألة في المسؤوليات العمل اللي من العليات توتا الامبلي بارت زيادة التنوع في المهام الموكلة للعاملين استخدام اسلوب المشارقة في اتخاذ القرارات وحل المشكلات. يبقى انت جزء كده هو من اتخاذ ايجي اساسيات الفكر الاداري المعاصر لأساسيات التطوير المستمر في الدار انتهاج نظرية النظم في المنظمات اتباع التفكير الموقفي الالتزام بالجودة وتحسين الاداة التعلم التنظيمي مدخل النظم النظام كيام من العناصر المعتمدة على بعضها البعض وتفعيلها وتفاعلها يؤثر على بعضها البعض كما تؤثر عن النواة والانجزات المطوبة تحقيقها. النظم الفرعية جزئية صغيرة من النظام القلي النظام المفتوح تتفاعل منظمة والبيئة المحيطة في عملية تحويل مستمر للمدخلات الى مقرجات من السلع والخدمات. في الليلة النظرية الموقفية تحاول التوفيق بين الاستجابة الادارية للمشاكل والفرص الفريدة للمواقف خاصة الاكتفاءات الفردية والبيئية لا يوجد طريقة مصلة لكيفية الادارة. الطريقة المناسبة الادارة تعتمد على يعني في ناس بيبانوا بقى ساعة الموقف. ساعة الموقف بيظهر القائد لنوات ساعة الموقف. زي ما حصل لنا كده في في الفين واربعتاشر ظهر شخص كده حط كفنا على قدية علشان يتولى امور هذه البلاد ربنا يبارك فيها يا رب. الجودة والاداية المتميز يهيمن على العاملين والمديرين في المنظمات. الاعمال الحديثة الاهتمام بالجودة في جميع المراحل الادارية. الجودة والمزايا التنافسية وجهان لعاملة واحدة. ادارة الجودة الشاملة. مدخل شمولي للتحسين المستمر للجودة في المنظمة كل. وتساعد في خلق سلسلة القيمة المضافة للمنظمة. الجودة والتميز في الاداية التنظيمي زي شهادة الايزو. مستوى اداء مقارن عالمي. مراجع وتعديل معيير الجودة والمقابلة معيير الايزو. التحسين المستمر للطرق الجديدة لتحسين الجودة. دائما ما يوجد في المنظمة العديد من العناصر التي يمكن تحسين جودتها. حلقات الجودة هي مجموعة صغيرة من العاملين يجتمعون بصورة دورية لمناقش طرق تحسين الجودة. كل حلقة تعتبر مسئولة مسئولية كاملة على تحسين الجودة. بينتج عن استخدام حلقات الجودة تخفيض التكاليف وتحسين الجودة واشباع احتياجات المستهلكين ورفع الروح المعنوية للعاملين. منظمات التعلم. تلك المنظمات التي لديها القدرة على تقديم التعلم المستمر اللي عاملين بها واستخدام الطرق الحديثة والمرونة في التكايف مع الموقف المتلاتي. المحتويات الاسسية لمنظمات التعلم النماذج الزهنية. التفوق الانساني للعاملين. التفكير بمنطق النظم. الرؤية المشتركة التعلم من خلال مجموعات العمل.